ينضم علينا من تونس السيد بسام حمدي المحلل السياسي سيد بسام أزمة البرلمان إلى أي مدى تصعب مهمة الرئيس التونسي قيسي سعيد برأيك مساء الخير بالفعل الأزمة الحاصلة تحت قبة البرلمان التونسي سيكون لها تأثير كبير على مشاورات تكوين الحكومة وستعمق الصعوبات أمام رئيس الجمهورية قيسي سعيد الذي سيختار شخصية لتكوين حكومة جديدة نهاية الأسبوع الجاري نظرا لعدة اعتبارات هذه الصعوبات ستتضح من خلال عدم انسجام الأحزاب المعنية بتكوين الحكومة على غرار أحزاب حزب الطيار الديمقراطي وحركة الشعب وكذلك حزب قلب تونس اليوم هناك تباعد تام بين هذه الأحزاب حتى في البصار البرلماني وحتى في منقشة مشاريع القوانين اليوم أحزاب كبرى مثل حركة الشعب وحزب الطيار أعلن صراحة كونهما لا يريدان مشاركة حركة النهضة في حكومة جديدة وحملها المسؤولية الكبرى في الفشل الحاصل تيلة السنوات التي تلت الثورة التونسية أعتقد أن رئيس الجمهورية سيجد نفسه أمام أزمة سياسية كبرى مما قد تحتم عليه اختيار شخصية مستقلة عن الأحزاب الممثلة في البرلمان وربما سيطلب من هذه الشخصية تكوين حكومة تكنقراط برأيك سيد بسام هذه الحكومة التي ستوجد في ظل هذه الخلافات والتجاذبات السياسية الكبيرة بين الأحزاب التونسية كيف ستكون ملامحها إلى أي مدى ستكون حكومة قادرة على حل الأزمات الاقتصادية وغيرها في الشارع التونسي الواضح أن الحكومة الجزيدة ستحظى بثاقة البرلمان التونسي نظرا لكون جل الأحزاب تقريبا لا تريد حل البرلمان وتتخوف من تقلص تمثليتها البرلمانية لذلك ستكون هذه الحكومة الجديدة بلا رسيد سياسي وبلا حزاب سياسي يدعمها ويدعم قراراتها وتوجهاتها الداخلية وحتى الإقليمية مثل ما حصل مع حكومة الياس الفخفاخ التي وجدت نفسها تغني في منأة عن البرلمان الذي تتحكم فيه كتلة حركة النهضة بصفة كبيرة لذلك أعتقد أن الحكومة الجديدة ستكون بمعزل تم عن البرلمان بقدر ما أنها ستكون قريبة ربما من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي بدأ يضغط نسبيا على البرلمان ولوح يوم أمس بمكانية حل البرلمان التونسي هل ستكون النهضة داخل هذه الحكومة؟ في الحقيقة إلى حد لحظة لا يمكن التنبؤ بتكوين ائتلاف حكومي باعتبار أن المناورات السياسية في الحقيقة هذه المرة تعددت كثيرا وتنوعت من كل الأطراف هناك مساعي من حركة الشعب وحزب الطيار لتكوين حكومة جديدة تستثني حركة النهضة لكن ظلت موازين القواء اليوم يمتلكها حزب قلب تونس هذا ما أريد أن أسألك عنه على الطرف المقابل للشعب هناك قلب تونس الذي يطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية كيف ترى هذا المقترح؟ أو ما الذي يرمي إلي هذا الحزب من خلال هذا المقترح؟ هو حزب قلب تونس لازال يتخوف إلى حد اليوم من إمكانية إقصائه من الحكم على غرار ما حصل في الحكومة الماضية لذلك يحاول أن يخاتب جميع الحزب السياسية بكونه يرغب في تكوين حكومة وحدة وطنية ويحاول إظهار موقفه بكونه لا وجود لعداء بينه وبين أي حزب سياسي حتى يتمكن من المشاركة في الحكم ولا يتم إقصائه وحتى يحصل رئيس الحزب الملاحق في قضايا تخص جراء فساد ملي من ضمانات تمنحه الفرار من هذه الأحكام بالسجن كذلك أعتقد أنه اليوم حزب نبيل القروي يتقرب كثيرا من حركة النهضة ويعدوها بتوفير الأغلبية البرلمانية شرطة أن تكون ضمانات عدم الزج بنبيل القروي من جديد في السجن ضمانات قوية وليست مثل الضمانات الماضية لذلك أعتقد أن المناورات ستواصل إلى آخر لحظة شكرا جزيلا لك من تونس بسام حمدي المحلل السياسي اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لكم